تساع سباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع اتحاد شركات كوبيرويزيس اليونانية للكهرباء لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة الذي يخدم القارتين الإفريقية والأوروبية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس اتحاد شركات كوبيرويزيس اليونانية للكهرباء وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مستشفى العالمين النموذجي من المشروعات العديدة التي حظيت باهتمام كبير حيث تم إجراء تطوير شامل للمستشفى وخلال تفقده بمستشفى العالمين النموذجي بمدينة العالمين افتتح مدبولي وحدة الرانين المغناطسي الجديدة التي تم إمدادها بأكبر وأسرع أجهزة الرانين مؤخرا ثم افتتح رئيس الوزراء وحدة قسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى التي تم تشغيلها مؤخرا طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر الجاري لمناقشة قصف محطة زابوريجيا والاستماع لنتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بولانسكي أن طلب موسكو يأتي في ضوء القصف والاستفزازات الأوكرانية المستمرة بالمحطة النووية بهدف تعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة أفدت وكالة تاس الروسية للأنباء أن حوالي 5 انفجارات قوية دوت في مدينة ميليتي بول بجنوب مقاطعة زابوريجيا وفقا للمعلومات الأولية فقد بدأت الدفاعات الجوية في المدينة بالعمل هذا وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات وقعت في الجزء الشمالي الغربي من المدينة ألغى الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي رسميا عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال لحل الوضع في شرق أوكرانيا جاء ذلك وفق مرسوم نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية يذكر أن مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا والمعروفة أيضا باسم مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية السلمية للوضع في شرق أوكرانيا شكلت في صيف عام 2014 قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة والذي يرأس مجلس الأمن حاليا نيكولاس دي ريفير أنه في حال قرر رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي الذهاب إلى نيويورك والتحدث في مجلس الأمن فلن يتم غلق الأبواب في وجهه مشيرا إلى أن قرار الذهاب إلى نيويورك من عدمه يعود لزيلينيسكي لفتا أن مجلس الأمن الدولي سيكون مستعدا للاستماع لما يريد الرئيس الأوكراني أن يقوله يوجه المنتخب الوطني للنشئين اليوم نظيره المغربي في الدوري ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت سن 17 عاما والمقامة في الجزائر وكان منتخب النشئين قد تأهل إلى دور ثمانية بعدما تصدرت مجموعته برصيد 9 نقاط نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل